موسيقى انت ذكرت يعني هياك قلت كنت شاب اعتقد في كتابك ذكرت انه كان عمرك فقط 33 سنة حكيت انه كانت اسبانيا والان من جوابك بالتدريج تنتقل الى الديمقراطية بالتدريج بهدوء كانت اسبانيا تدخل اكثر الى العمق الاوروبي والعالمي فبالتالي كان في رواء على زمنك وانت استغلت الاربع سنوات للدراسة وتعلم حرفة الدبلوماسية سؤالي هون كالتالي بسنة واحدة كنت تشوف الملك والملكة اسبانيا لأكثر من مرة طيب يعني احنا دولة خلينا نقول صغيرة جغرافيا فترة السبعينات يعني كنا كمان لسه في بساطة ما الاقليم كله كان في بساطة ما سفير دولة عربية بيلتقي الملك اكثر من مرة في السنة كيف بتفسر؟ أنا مش شطارتي كلها يعني كان في علاقة حسنة بين الملكين بين العائلتين واجه الملك احسين الله يرحمه وحضر يعني المراسم الموضوع التولي الملك الجديد مراسم الاحتفال نعم سلطاته نعم وكان فيه يتردد على اسبانيا كل ما هو رايح على امريكا او غربا بنزل باسبانيا ايوه بمدريد مش ببراخص يعني حتى يكون فكان فيه قاعدة امريكية هناك جنب راخص فكانوا وسيل اختلاط يعني وانا موجود فالسفير بيستفيد من هاي الامور وهم يعني الملك والملكة كاء الملك اخوان كارلوس والملك السوفي هما كانوا لطفة وتتواضعين فيعني نشأت هاي العلاقة بين العائلتين واحنا انا وزوجتي يا صمر كنا يعني من هالجوانب هاي لكن استمر هذا الكلام وصار فيه باسبانيا موقع الها مهم ثم جاء اتذكر ولي العهد السعودي الامير فهد كان ايامها اول زيارة اله وبدأوا الاستثمار في اسبانيا فكلها هاي موضوع اردني لكن عربي ثانيا فيه نقطة بدي احكيها اول رئيس دولة زار اسبانيا بعد الحرب العالمية بعد الحرب الاهلية هو الملك عبدالله الاول كان الامير الامير عبدالله فلذلك يعني الدولة الاسبانية حفظت للملك عبدالله وللاردن هذا السبق اللي كانت اسبانيا مبتعدة او الاوروبيين مبتعدين عنها فكان فيه يعني شعور بانه من الامير عبدالله بانه يقوم بهاي الزيارة وقام فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر